ننتقل إلى الشأن العربي والدولي ومن موقع سكاي نيوز نتابع توقف مسلح مدجج بالذخيرة في محيط مبنى الكابيتل في واشنطن وقف في واشنطن رجل مسلح ومدجج بالذخيرة خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش الكثيرة المقامة في محيط مبنى الكابيتل حيث ستقام الأربعاء مراسم تنصيب جو بايدن وفق تقرير للشرطة وجاء في تقرير الشرطة أورادته شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن ويزلي ألمبلر المتحدر من فيرجينيا كان موجودا مساء الجمعة عند نقطة تفتيش على مقربة من مبنى الكابيتل مقر مجلسي النواب والشيوخ وكان بحوزته اعتماد مزيف لحضور مراسم التنصيب وعثرت الشرطة أيضا معه على مسدس محشو وأكثر من خمسمائة طلق الذخيرة وقد تم توقيفهم وكانت هناك ملصقات عدة على شاحنته البيضاء تدافع عن الحق في حيازة الأسلحة كتب على إحداها إذا أتوا لأخذ أسلحتك أعطهم الرصاصات أولا